هذا وتتابع مؤسسة حياة كريمة من خلال المنصقين الميدانيين والمتطوعين مشروعات المبادرة بمركز الشهداء بمحافظة المنفية وضمت مشروعات المبادرة وحدة الإسعاف حيث تم الانتهاء من أعمال المبنى الخاص بوحدة الإسعاف تابعة للوحدة المحلية بكفر عشمة كما تمت متابعة مركز الأمومة والطفولة ويقدم خدمات تنظيم الأسرة والعلاج الطبيعي وحضانة لمحو الأمية وورش تدريب وعيادات أمومة والطفولة كما تمت متابعة الوحدة الصحية وأوضحت حياة كريمة أنه يجري رصف طريق زاوية النعورة بجزيرة الحجر كفرح جازي بالمنفية